مش هنتكلم في أخطاء التحكيم لأنه ربما لما نتكلم نتدعي حقا للأهلي لكن نروح لخبير تحكيمي رجل دولي ومنديالي الكابتن جهاد جريشة حل الأخطاء محمود عشور ومساعده في هذا المباراة ونشوف إيه حق الأهلي فيها اللعب اللي أحرز الهدف غطى وشه بالكامل باتشارت بتاعه المنظر ده المنظر ده لازم اللعب ده يتعاقب بإنظار اللعب اللي هو أحرز هدف الناد المصري في الديئة 8 باحتفاله بالهدف غطى وشه بالكامل أو واكه بالكامل بالتشارت وده لازم كان يتعاقب بإنظار اللعب ده بعد كده في المباراة خد إنظار وكان طبعا النظار ده كان يحب الإنظار الثاني وده خطأ من حاكم مباراة كان لازم يتعاقب اللعب الأحرز هدف الناد المصري الحالة الثانية ده كانت في الديئة 30 من أحداث المباراة وهي عبارة عن المهاجم محمد شريف استلم الكورة بسدره وحصل دفع بالجسم فيه دفع بالإيد وفيه دفع بالجسم اللي حصل من مدافع الناد المصري هو دفعه بجسمه وبالتالي لما استلمت الكورة بسدري دفعني اللاعب النادي المصري بسدري أو بجسم بالجسم وبالتالي للعب الكورة لعب الناد الأهلي وحصل دفع من لعب الناد المصري بالجسم ودي كانت ركل الجزاء مستحقة لنادي الأهلي كنت أتمنى في اللعبة دي أن يتم استدعاء الحكم من حكم الضرو يشوفها ولو شافه بالمنظر ده اللي هو دفع بالجسم أنا استقبلت الكورة كمحمد شريف مهاجم لنادي الأهلي استقبل الكورة على صدره وتم دفعه بجسم من ناعب النادي المصري وبالتالي ركل الجزاء مستحقة لنادي الأهلي لم تحتسب في الشرط الأول الحالة اللي بعد كده اللعبة دي برضو نفس الكلام فيه خطأ من لعب النادي المصري حصلت بره منطقة الجزاء ده عبارة عن ركل في ظهر لعب النادي الأهلي أو في إيد لعب النادي الأهلي بس الخطأ حصل خارج منطقة الجزاء ولكن الخطأ دو كان فيه فرصة محققة انفراض كامل للعب النادي الأهلي وبالتالي الخطأ كان موجود والركل الحرة كانت موجودة وهب فيها مقابل يعني معاها كارتة أحمر مستحق للعب النادي المصري ولكن للأسف ما تمش حساب الخطأ نتكلم على آخر اللعبة معنا في الديا 55 وده مسك ومنع تقدم المنافس مسك حسام حسان ومنع تقدم المنافس وكانت ركل الجزاء صحيحة لنادي الأهلي برضو نفس الكلام بنتكلم ان حاكم الفار ما تدخلش والحاكم ما حسبش وشكنا بعد الألعاب دي كلها ان ما فيش حضار موجود أو ما فيش حاكم فار موجود معنا أو شغال معنا حاكم ما حسبش ركل الجزاء لنادي الأهلي مسك مستمر المسك المتواصل ومنع تقدم المنافس وبالتالي ركل الجزاء تانية في المباراة لم تحتسب للنادي الأهلي شوفوا بقى المشكلة ان ضربة جزاء ماشي البار ما يستدعيش غريبة جدا استدعي سيدي والحاكم يعمل اللي هو عايزه تعمل اللي عليك لكن ان تتفق انت ايضا على ما هو واضح انها مخالفة هنا النواية انا عايز بقى اروح لتالت جملة اللي هي اللعبة التالتة الاسرار على المسك واستمراره للإعاقة بهذا الوضوح ليه لان لما تشعر ان صفارة الحاكم مش هتحسب لك حاجة المتش يتأثر في التكنيك بتاع اللعيبة اللعيبة تبقى بتسترب بمنتهى الاريحية في منع المنافس من انه يستفيد من الفرص التي قد تلوها له اذا انت مش بس مش اللعبة دي انت بتخلي المتش ياخد شكل ان لا مش هقدر اعمل مش هقدر اروح لمنطقة مؤسرة مش هقدر اعمل فرصة حقيقية مش هقدر اخد حقي داخل منطقة الجزاء لان فيه اريحية عند المدافع نفس الكلام لو ريعنا لمطش المحلة السنة اللي فاتت في المحلة كنا حنشوف معروف عمليه برضو الراجل اللي منفرد ويتمسك بشكل واضح ولم يحتسب شيء امر فيه منتع الغربة لان هو برضو لو كان صفر ما عندهش حل غير الطرد فاعتبر ان هو يتجاهل احسن التجاهل يا جماعة اللي بيدفع تمن هذه السفارات المتناقضة منتخبنا القوم لانه لما بيروح يلعب بصفارة اجنبية ما بيلاقيش هذا الكلام ما بيلايش هذا الاحتواء ما بيلايش هذا التوجيه الا في بعض المتشاط الافريقية للأسف الشديد وكلنا في الهم من الشرق بس افريقي احنا يا جماعة لا نعيش حالة كروية عادلة اللعبة ما بقتش ممتعة عند معظم الناس بقت مشدودة زيادة عن اللزوم من القلق انك ما تاخدش حقك طيب حقك ضربتين جزاء وكابتن جهاد جريش هي ان الراجل مش متأثر بقناة متعاقد معاها تقول له ينفع وما ينفعش وما تقولش حق الاهل لا الراجل رأيه فير وصريح بعكس اخرين فكان واضح جدا وهو بيحلل بيحلل بشكل فير وواضح ومثبت حتى في جزئية انه اللاعب هيسم العيوني لما سجل الهدف وغمى وشه بالفانيلا نص صريح في اللايح نص صريح في قانون اللعبة انه الحالات اللي اللاعب بيحتافل بيها سواء خلع الفانيلا او حتى غطى وجهه بالفانيلا ده نص يجب انذاره تخيلوا ان فكور الشريف هو مديله شلوت في ظهره بيمنعه من فرصة محققة ده طرد ادي له انذار بعد كده في اخر المتش يعني لو انت كنت استخدمت صريح القانون في اللي فات ده كله كان ده حيضطر تبادر بادر لكن ضربتين جزاء وتغادى عن طرد وتغادى عن فاول على حفة منطقة الجزاء دي حقوق واضحة جدا الاخ محمود عشور ما شفهاش وطبعا الحنثي ما كلمهوش اشتركوا في القناة